الانقلابات العسكرية في بوركينافاسو أمر ليس بجديد فتاريخ هذه البلاد سجل حوالي عشر انقلابات منذ 1966 في الـ 2022 يظهر الرجل القوي في الجيش البركينابي هينري داميبيا ليطيح بالرئيس روشكا بوري وينصب نفسه قائدا للبلاد ويلفت انتباه العالم داميبيا يقلب موازين قارة إفريقيا وحسابات الاستعمار القديم وبكل ثقة يقول في أول خطاب له عبر تلفزيون الوطني أنهم سيقودون المرحلة الانتقالية ويتوجهون بالبلاد إلى المصاري الديمقراطي في فترة قصيرة ومتى توفرت الشروط فول هينري سانغو داميبيا موالد الثاني يناير 1981 هو قائد عسكري برتبة مقدم بدأ مصاره التكويني في بوركينا واصل داميبيا تكوينه العسكري في فرنسا وتحديدا في الأكاديمية العسكرية بباريس التي عاد منها حاملا شهادة عليا في مكافحة الإجرام وإفادة خبرات في استاتيجية الدفاع والقيادة ليتوجه بعدها إلى مكافحة الإرهاب غرب إفريقيا لتأتي ترقية داميبيا من طرف الرئيس كابوري في ديسمبر الماضي كقائد للمنطقة العسكرية الثالثة التابعة لواجدوغو بعد سابع معدود من هذه الترقية والتعيين قد داميبيا انقلابا عسكريا ليطيح بالرئيس الذي بقيت من ولايته الرئاسية أربع سنوات مسببا بذلك أزمة خارجية مع فرنسا التي اعتبرت هذا الانقلاب عقابة كبيرة لها في المنطقة بوجود داميبيا العقيد دامبيا أصبح الآن على رأس السلطة ويريد أن يرجع السلطة إلى خطها بسبب فشل الحكم السابق وهو لا يريد أن يكون على خطى الحكم السابق وليس لديه نفس الأفكار وهكذا يكون داميبيا قد التحق بالجيل الجديد من العسكريين الانقلابيين الشباب على غرار ما حدث في مالي وغينيا وقد ساعدته في ذلك الخبرة الطويلة في محاربة الإرهاب وقتاله في الصفوف الأمامية ترجمة نانسي قنقر